قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن الموعد الفعلي لتسليم القسامة للمواطنين يعتمد على عوامل كثيرة وأبرزها تواريخ الاستلام المبدئي للأعمال المنفذة من قبل الجهات الحكومية وفترات عمل المقاولين والجداول الزمنية حسب طبيعة كل مشروع بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي تستغرقها بلدية الكويت للاستصدار أوامر البناء ونقض البيان عن المتحدث الرسمي للمؤسسة إبراهيم الناشي قوله أن كتاب المؤسسة المرسل لوزارة التجارة والصناعة والمتداول على بعض وسائل الإعلام والخاص بإعداد القصائم ومواعيد تسليمها جاء بغرض قيام الوزارة بعمل التجهيزات اللازمة فيما يخص المواد المدعومة